اشتركوا في القناة طيب الأخت وجدان سؤال الأول عن لبس الكعب العالي يا شيخ الحذاء العالي جلكم الله المشاهدين تقول في الأماكن العامة في الأسواق تقول هل الحرمة في شكله يا شيخ كونه عالي أم في صوته الذي يصدر منه أم ماذا هو لا جك من الصوت له إشكالية إذا كان يصدر صوتا فاتنا خارجا عن الصوت المعتاد في السير والله تعالى قد قال فيما تلبسه المرأة من زينتها الخفية ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن فإن كان هذا زينة فإنه لا يجوز أن زينة سمعية طبعا هنا زينة يستدل عليها بالسمع فيجب تركها لقوله تعالى ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن قال العلماء أنه ما تضعه المرأة من خلخال وزينة في قدميها إذا مشت أصدرت صوتا يخبر بتلك الزينة ويغرر النفوس بالتشوف إليها والنظر إلى ما أخفته من الزينة هذا نهى الله تعالى عنه مثله الكعب طويلا أو قصيرا مثله ما تلبسه المرأة من الحذاء أو اللباس في القدم الذي يشعر بزينة خفية تتطلع عليها النفوس أما إذا كان يؤدي إلى نوع من التمايل في السيل كما هو حاصل تتمايل بعض الأحيان بسبب نوع اللباس فهذا أيضا مما ينهى عنه لأنه لا يقيمها على سيرة مستقيمة ولا على سير قويم فينبغي تركه أما إذا كان كعب مرتفع لكن ليس في هذه المحاذير فسيرها قويم ولا فتنة فيه ولا تصدر صوتا يلفت الأنظار إلى ما خفي من زينة فلا حرج في دارك إن شاء الله تعالى الحمد